اشتركوا في القناة ورح يبدأ من ساعة الصباح لغاية ساعة المساء بعدين القمر رح ينتقل لبرج العقرب طبعا القمر اليوم موجود في منزلة الزباني وهي للفساد والقطع والمشاكل ورح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 29 دقيقة صباحا من صباح اليوم الأربعاء لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد طبعا بالنسبة للمهتمين بخلو المسار للشهر القادم صارت موجودة مكتوبة في صندوق الوصف للشهر بأكمل تواجد القمر وولاة القمر واكتمال القمر وإلى ما لا نهاية فكل المعلومات موجودة صارت في صندوق الوصف كالمعتد القمر طبعا ما زال موجود في برج الميزان معني ما تظل هاي فترة جيدة للأمور العاطفية ولتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر منكون اجتماعيا أكثر من ميلة الاسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا أول زاوية اليوم رح تبدأ تأثيراتها وهي زاوية تقاول إيجابية بين عطارد وبين المشتري وطبعا هاي تأثيراتها من اليوم 31-8 ولغاية يوم 7-9 ذروتها يوم 3-9 ساعة 41 دقيقة صباحا وعادة عند حدوث هذا الاتصال أو الاتصال الإيجابي بين عطارد وبين المشتري بنتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري يمان هذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر للبعض والاتصالات البعيدة أو القريبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث المنفصلة الإيجابية اللي كنا نذكرها في الأيام الماضية بين عطارد وبين المريخ وحكينا أن هذه تأثيراتها لغاية يوم 9-9 بيسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات مع الأحبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث الإيجابية بين المريخ وبين المشتري وطبعا هاي تأثيراتها رح تظل لغاية يوم 5-9 طبعا بتخلق جو من التسامح وممكن أنه نتسامح مع الأشخاص اللي بيخطئوا أو أخطئوا بحقنا ومن مديد العنق لهم وكمان بتدفعنا للتراجع عن أخطائنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي ما زالت تأثيراتها موجودة طبعا هي ما بين الشمس وبين المريخ وهي تأثيراتها لغاية يوم 4-9 طبعا تأثيراتها هي من يوم 18-8 هاي اللي بترفع من وتيرة المواجهات والتفجيرات وخصوصا في البؤر الساخنة وبسود جاو عام من التوتر والعدوانية يجب الحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه ممكن أي كلمة غير محسوبة أنها تأخذ على محمل مغاير وتدخلنا في مواجهات إحنا بغينا عنها أما دوليا فهي بتدل على أنه حكومي ما بتميل لممارسة سياسة قمعية لفرض نفوذها وسطوتها وبالدل كذلك على ازدياد أعمال العنف والعدوان وكذلك الإضرابات في قطاع الصناعة أو قطاع الصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي برضو من الزوايا الخطيرة وهي زاوية التربيع السلبية المنفصلة يعني ما رح تصل لمرحلة الاتصال الكامل ولكن تأثيراتها قائمة وهي ما بين زحل وما بين أورانوس وهي تأثيراتها لغاية يوم 16-11 منصبح مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبرضو بالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكوم ما وأحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف وزلازل وتقلب الجو والمناخ وسقوط الطائرات وحوادث السك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة وهي زاوية التزديس المنفصلة اللي بين نبتون وبين بلوتو وتأثيراتها لغاية يوم 2-9 هي اللي بتسبب عودة وضعية قديمة أو شخص قديم أو علاقة قديمة أو موضوع قديم بيرجع بينفتح أو بيظهر على الساحة من جديد وهذا الوضع بيدعم من وضعنا أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل طبعا ثلاث زاوية هي مع القمر وعنا خلو مسهر الزاوية الأولى هي زاوية تثليث إيجابية بدأت تأثيراتها طبعا من الآن ورح تستمر تأثيراتها لغاية ساعات الصباح هي تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل ذروتها ساعة 12 و 12 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة 6 و 7 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من منتصف الليل لغاية ساعات المساء هاي زاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعال العاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية الأخيرة قبل خلو المسار هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون في تمام الساعة 10 و 43 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا هاي زاوية بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء ومن أفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ من الساعة 10 و 43 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني هي قرابة ساعات الظهر وبيستمر خلو المسار لغاية الساعة 15 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش بعدها القمر بانتقل وباستقر في العقرب هذا بيعني أن الفترة المذكورة ما بين الساعة 11 إلا ربع لغاية الساعة 15 مساء بتوقيت جرينيتش لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 15 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش القمر خلص بيكون انتقل واستقر في برج العقرب وبلش يشكل أول تأثيرات وزوايا لا إلوه طبعا القمر لما بصير موجود بالعقرب فبتصير هاي الفترة إنه منصير إحنا فيها أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة نشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعمل الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محذب في هاي الفترة بوسعنا إما عمل تأمين أو تجديد تأمين أو بوليس التأمين أو مراجعة شركات التأمين برضو جيدة للأشخاص اللي بيقرأوا روايات إنه بصير اهتماماتهم بالروايات البوليسية أو اللي فيها أكشن أو اللي فيها تجسس ومخابرات وأمور من هذا النوع ومشاهدة برضو أفلام المغامرات واتخاذ قرارات حاسمة وشراء بيت يعني برضو للأمور العقارية ممتازة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعاً عندنا الكلا والحالب والمثانة البولية والأوردة والجلد كعضل اللمس والبنكرياس والأنسولين وأسفل الظهر وزائد الدودية طبعاً هاي الأثار من الآن لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتتغير الأعضاء فبصير عندنا الأعضاء التناسلية والمستقيم والشرج والإحليل والغداد التناسلية والمبايد بروستاتا عظم العانى الجينات هاي بتصير كلها الأكثر حساسية في ساعات المساء أما الأعضاء اللي ذكرناها في البداية فهي تأثيراتها من الآن لغاية ساعات المساء هي الأكثر حساسية بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها في البداية أما في ساعات المساء فالأعضاء اللي ذكرناها وحكينا أن هاي في ساعات المساء لا ينصح بإجراء العمليات الجراحية لا إلها أما بالنسبة لأعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة طبعاً ما زال الجلد بشكل حساس فأحنا منقول أن الحقن وتنظيف البشرة فالجلد أكثر حساسية أي شيء له علاقة بالجلد نبعد عنه الجراحة التجميلية ما في أي مشاكل لها ولكن اللي بأخذه مثلا فيلر أو مور تقشير البشرة أو أدوية علاج البشرة هدولة يحاولوا قدر الإمكاني أجلوها للمساء أو يوم الخميس بيكون أفضل بالنسبة لهذا اليوم برضو لا يصلح لإزالة الشعر الزائد لأنه زي ما حكينا الجلد أكثر حساسية يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن هو يصلح للقص العلاجي برضو هذا اليوم أما بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج العقرب فخلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 2-9 رح يكون في تمام الساعة 25-21 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 10-39 30 دقيقة مساء لا يستقر القمر بعدها في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره أربع أيام في تمام الساعة 37-34 دقيقة صباحا بصير عمره خمس أيام نسبة الإضاءة بتصير 20% بالنسبة للمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 23-9 طبعا هي منتحسة بنسبة 10% الآن في ساعات المساء بتصير سعيدة بنسبة 10% القمر في الميزان وبدو ينتقل للعقرب في ساعات المساء وبعديها رح يظل القمر في العقرب لغاية يوم 2-9 هو الآن سعيد بنسبة 60% في ساعات الظهر لأنه في خلو مسار بتنزل نسبة السعود إلى 30% بعدين بتصير الزاوية الأخيرة اللي ذكرناها مع بلوتو وبرضو ما فيه زوايا أخرى فبصير يعني يعني سعيد بنسبة 15% بالنسبة لعطارد في الميزان حتى يوم 19 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الأسد حتى يوم 5-9 منتحس بنسبة 40% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30-10 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28-10 منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23-10 منتحس بنسبة 40% ورانوس ورانوس في الثهور بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا اليوم برضو بترغبوا في تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية وتعزيز العلاقة مع الأزواج ولكن بتكون تحذروا الخلافات وما الضخم الأمور ممكن شوي تبدو مرهفين الإحساس ومتوترين بسبب قلق ما حذروا إثارة العدائية والبلابل لأن مزاجكم متقلب وعصبيين وهذا الشيء ممكن يثير النفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معاكم في ساعات المساء بتنهمكم في عادة تنظيم أموركم المالية لأن القمر رح ينتقل للبيت الثامن فهنا حاولوا أنكم ما تهملوا صحتكم تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم بتلاقي عمالك صدى طيب أهم شيء إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل ودون أعذار ممكن يصير في بعض الأمور العائلية اللي تلفت انتباهك أو يعني شوي يصير لك بعض التدخلات فيها برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيبدأ العمل بتراكم لديكم وعشان هيك بتكون تنتبهوا لصحتكم كمان اليوم لغاية ساعات المساء وبتكونوا تكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم وحذروا من الجدال مع المعاونين وحاولوا انكم ما تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تماطلوا عملكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية حاول إنك اليوم بتقوم بمهامك وما تتخذ قرارات حاسمة وما تفرض تسلط على الأشخاص اللي بيتعاملوا معك في ساعات المساء القمر رح يصير مقابلك تماما فهو أنا بترغب وفي تعزيز شراكاتكم وبتتعقد بعض الأمور وممكن تطرأ بعض البلبل فعشان هيك بدك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحذروا من القطيع والدعاوى القانونية بخلال الأيام القادمة لأنه خصمكم بكون قوي والعرقيل بتستفزك فبدك تضبط أعصابك على الآخر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا رغبتكم بالتقرب من أحبائكم بتصير في أوجها خلال هذا اليوم بإمكانكم برضو التفاهم معهم الوضع إيجابي ورغم أنه فيه خلوم مسار بس بنحكي لك ما تدخل بأي مواجهات أو أي خلاف معاهم بتشعر بالأمان والارتياح وبتغمرك العواطف الجياش اليوم أنت جريء وباستطعتك التعبير بطلاقة عن مشاعرك وعواطفك في هاي الفترة أما في ساعات المساء فهنا القمر رح ينتقل للبيت السادس فرح تجد أنه العمل بدأ يتراكم عندك من ساعات العصر بدك تنتبه لصحتكم برضو وبتجدوا أنه الأعمال بدأت تتزامن وتكثر عليك وتصعب فممكن تضطر للعمل وقت إضافي فعشان هيك برضو بدك تهتم لعملك وعلاقتك مع زملائك وبرضو لمعض المشاكل الصحية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية كمان اليوم لأن القمر ما زال موجود في البيت الرابع لغاية ساعة المساء فبتكون تحاولوا أن تكونوا عنصرة إيجابية وما تتسببوا بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معكم حاولوا أن تتفهموا الآخرين وتبقوا هادئين وتحموا استقراركم وخصوصا الاستقرار الصحي أو النفسي من التراجع ممكن تشكوا من بعض التأخير في المعاملات والالتزامات وهذا الإشي طبعا بسبب خلو المسار في ساعات المساء هنا الحواطف بتبلش تظهر على الساحة أكثر فبتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتفيدكم الاتصالات واللقاءات أهم شي أنك تلطفوا الأجواء وتحاولوا أنك ترجعوا العلاقات لطبيعتها بتنالوا ما بترغبوا اليوم وبتنتصروا على كل الاعتبارات وممكن تحلوا بعض المسائل العالقة أو اللي كانت مستحيلة تعتبر فترة إيجابية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بظل النشاط مسيطر عليكم في أمور التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات لكن اليوم عشان في قلوه ومسار في من ساعات الصباح لساعات المساء فبدكوا تتكلموا بهدوء وتحاولوا أنكوا توضحوا وجهة نظركم تفادي لأي التباس محتمل هاي الفترة ممتازة جدا لخصوصا اللي عندهم امتحانات أو عندهم مقابلات ولكن ما يعتمدوا على القضوط بدهم يعتمدوا على جهدهم وخصوصا في فترة قلوه المسار برضو الفترة هاي جيدة خصوصا برضو لا طرح الأفكار الجريئة والمثمرة في ساعات المساء بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شي أنكوا تجنبوا توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلقوا بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاولوا أنكوا تواجهوا الأمر الواقع بمنطق وحاولوا وإجاد تسويات تحمي حقوقهم أهم شي أنه ما تفرضوا رأيكم فترى مناسبة للسفر وللاستثمار برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ممكن تحتاج أو يحتاج أحد أحبائكم لدى عمالي أو معنوي حاولوا أنكوا تنظموا أقصادكم وديونكم وما تستخفوا بالفواتير الصغيرة اليوم في بعض المتطلبات المالية أو بعض الأمور المربكة بالنسبة لإلك بتكونوا تحاضروا من المصاريف وخصوصا الاستشفائية وبعض الأمور اللي إلها علاقة بديون والتزامات يعني الوضع المالي ما زال هو المسيطر عليكم لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات الحوارات النقاشات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتكثر النشاطات حسب حق لإختصاصكم بتكون لكم لقاءات عديدة وباستطاعتكم الدفاع عن حقكم والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفكم أهم شي إنكم ما تترددوا بالتحرك وحاولوا تستغلوا كل الفرص برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بيطرأ تغيير للأفضل على صحتكم اليوم أكثر نشاط وحيوية عندكم وممكن تجدوا حلول لبعض المشاكل وبتكونوا يعني منطلقين بطاقة عالية جدا بتقدروا اليوم برضو تصححوا كل الأخطاء بتتغير نظرتكم للحياة وممكن تحضير لتغيير نمط أو أسلوب معين في حياتكم بتبدو متفائل وسعيد جدا اليوم في ساعات المساء الأجواء رح تركز على الأمور المالية بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم شنكو ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وما تبالغوا بمصاريفكم بتكونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة وممكن تهتموا لأمور مالية أو أمور استشفائية خلال ساعات المساء برج العقرب بالنسبة للموليد برج العقرب طبعا القمر ما زال موجود في بيت متاعبكم فعشان هيك من الآن لغاية ساعات المساء بدكوا تنتبهوا لصحتكم ممكن ما تجد أو تجد نفسك في موقف صعب أو بدك تكون حذر وحكيم وتحاذر من الكلام السيء حاذر من التراجع الصحي ما زالت الأجواء فاشلة ومخيبة للآمال وتعتبر فترة صعبة دائما بتمر لما القمر بصير في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء طبعا رح يتغير الوضع للأفضل على صحتكم ونفسيتكم بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك بتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك في كثير من الأمور برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا بظل النشاط الاجتماعي هو اللي ظاهر على الساحة فممكن تلتقوا الأصدقاء برضو اليوم وتتلاقوا عرض أو تجدوا نفسكم في موقع مهم أهم شيء أنك تكون عند حسن الظن تجنب الانفعال والقرارات المرتجلة لأن القمر بيتجه باتجاه بيت متاعبك وبرضو في نفس اللحظة في خلوم مسار فعشان القرارات المرتجلة والتصرفات العدائية هذولا بدك تحذر منهم وبرضو بدك تحذر من التسرع والسيطرة على الأشخاص اللي بيتعاملوا معك في ساعات المساء بدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم لأن القمر بصير موجود في بيت المتاعب أهم شيء أنه خلال يومين القادمات على غاية يوم يعني يوم الأربعة حاولوا أنكم ما توقعوا على عقد ما تبدأوا عملي جديد لأنها هاي فترة فارغة من الحظ إلى غاية يوم الجمعة أفوا حاولوا أنكم ما توقعوا على عقد ما تبدأوا عملي جديد لأنها فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وابتعدوا عن الأضواء وحاولوا أنكم ما تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم وحضروا من البلبل والالتباسات برج الجديد بالنسبة لما أوليد برج الجديد طبعا بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الإجتماعية وممكن تفرحوا لإنفراج ملموس بترتفع فرص النجاح عندكم وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوموا بخطوة مباركة أو تتلقوا إشارة إيجابية هذه فترة مناسبة لالتقاط أنفاسكم بعض العواصف هذه فترة بظلها فيها بعض الشيء لصالحكم ولكن في المقابل حاولكم ما تغامروا ما تجازفوا لأنه برضو القمر ما زال في بيت السمعة وعندكم خلوم مسار طويل أما في ساعات المساء بتلتقوا الأصدقاء وبإمكانكم أنكم تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق ممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفل أو مناسبة وبيطمئن بالكم لأنه ممكن اليوم تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم إشي أنه ما تستسلموا حاولوا برضو أنكم تكرروا المحاولة في الأمور اللي كان صعب باليومين الماضي نتحققوها ممكن اليوم من ساعة المساء تزبط معكم برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا بتنشغلوا في أمور الهلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات وبإمكانك برضو أنك تطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرارك ممكن تنشغل بمسائل مالية وبعض الهموم اللي ممكن يكون منها يا صحي يا عائلي باستطاعتكم بحث موضوع بيتعلق بقرد أو تمويل أهم شيء أنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة الأجواء ما زالت جيدة على مستوى العلاقات مع الأجانب والأوراق القانونية والمعاملات ولكن في ساعات خلو المسار ممكن تصعب الأمور وبرضو انتبه أثناء قيادتك للسيارة أو أثناء سفرك في ساعات المسائب تنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وممكن تخضعوا لعدة تجارب مهمة أم شيء ما تضعفوا ما تجازفوا بسمعتكم حاولوا أن تقوموا بواجباتكم على أحسن ما يمكن وقدموا أفضل المستطاع ولكن بتظل هالفترة هاي تحمل نوع من أنواع القلق والتوتر لأن القمر رح ينتقل لبيت السمعة فلا تجازفوا ولا تغامروا زي ما حكينا برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية بظل الأجواء لها علاقة بالوضع المالي أهم إيش أنكم تحذروا من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محله لأي أن كان ممكن اليوم تواجه خصم شرس أو تشتد المنافسة بينكم أهم شيء أنه ما تخالفوا القوانين عشان ما تصير أنت المدان وتتحمل مسؤولية صعبة وخصوصا ما تغامر بالأمور المالية في ساعات المساء بتنشغلوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة لأن القمر رح يصير في البيت التاسع يعني برج حليف لإلكم فبصير هذا يوم مناسب وخصوصا من ساعات المساء بتدخلوا على فترة ممتازة جدا مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان أو سفر أو أوراق ومعاملات سفر ممكن تبدأوا عمل أو دراسة جديدة أو تناقشوا أي موضوع بقوة وعندكم ذكاء عالي ورح تتجروا على رفض أي شيء ما بناسبكم أهم شيء أنكم ما تخشوا شيء بل ثقوا بأنفسكم أكثر هاي فترة مناسبة لأخوض تجربة جديدة وبعض مواليد برج الحوت ممكن يكون عندهم بعض الأمور اللي بتتعلق بالسفر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر